يظهر جلياً أن أقصى طموحات الأحزاب والكتل هو إعادة المشهد السياسي في العراق إلى ما كان عليه في عهد حكومة عاذ العبد المهدي قبل استقالتها لتحقيق مصالح جميع الشركاء والحفاظ على مسافة متساوية بين المشاغلين الرئيسيين أمريكا وإيران أيها العراقيون الكرام شخصيتان حتى الآن فشلتا في تحقيق هذا الغرض فخرجتا من اللعبة سريعاً محمد توفيق علاوي وعدنان الزرفي لتسند هذه المهمة إلى صاحب العقلية المخابراتية مصطفى الكاظمي والذي يبدو أنه قطع شوطاً طويلاً في إرضاء الأحزاب وتسوية خلافاته مع الميليشيات التي اتهمته بالتآمر في قضية قتل قاسم سليماني وبحسب الوقائع التي تشير إلى اعتباده رئيساً للحكومة بشكل توافقي رغم كل عوامل الفشل مهمته فإنه قدم للأحزاب مغريات مرضية جعلتها تنظر إليه بإيجابية وتروج له حملات دعائية معظم المصادر الحكومية تجمع على أن الكتل تقاسمت الحقائب الوزارية قبل أن يطرحها الكاظمي ورضي بها الجانب الأمريكي مقابل رضاً إيراني جاء على مضض نظراً لواقع نظام طهران المأزوم وإدراكه أن سطوته الكاملة على العراق لم تعد ممكنة بسبب الخطوات العملية التي اتخذت واشنطن في تحجيم النفوذ الإيراني لصالحها لكن حالة عدم الاستقرار التي تشهدها المنطقة وتظافر الأزمات الاقتصادية والأمنية تجعل العراق المتأثرة الأول من توترها أي أن التوليفة السياسية ستكون عرضة للاضطراب جراء أي توتر أمريكي إيراني الأمر الذي يجعل مهمة إعادة لملمة شضايا العملية السياسية من قبل أي حكومة مهمة معقدة وغير مضمونة النتائج كما لا يمكن إغفال ثورة تشرين حينما فرضت نفسها عاملاً مؤثراً رئيساً في العراق بحيث امتلك الثوار المسرح الذي يلعب عليه جميع الفرقاء مع أدواتهم وخصوصاً أنهم شكلوا حالة وعي جماهيري صار من الصعب الاحتيال عليها أو تطويعها